المكان عروس الفرات تأدير الزور الزمان عام واكثر من الحصار الخانق والقصف المستمر ووضع انساني مترد الى حد العدم وما تقدمه المنظمات الايغاثية من مواد تموينية وخبز لا يكفي حاجة السكان في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغذائية الشحيحة بأنواعها بينما تعتبر مدة الغاز حاليا من اكثر المواد ندرة مع عجز كل الجهات العسكرية والمدنية عن تأمينها للمواطنين في حين ترتفع اسعار الوقود من بنزين ومزوت ما تسبب بطفرة في اسعار المواد الغذائية التي تنتج في المصانع لارتفاع تكلفة تصنيعها كما هو الحال بالنسبة لأي بضائع اخرى يتم استخدام المحروقات في انتاجها معاناة المواطنين تزداد بازدياد نقص الادوية واضع في الخدمات الطبية وانقطاع الكهرباء والمياه بشكل شبه مستمر في حين تستمر المدارس التي لم تطلها صواريخ النظام باغلاق ابوابها حفاظا على ارواح الاهالي الذين لم يعثروا على اقارب يمكن الاحتماء بهم فسكنوا المدارس وافترشوا الحدائق العامة لا عمل ولا نقود ولا امان عناصر دفعت الى تعظم الابعاد الانسانية الكارثية لمدينة دير الزور مقابل تراجع افاق حلول سياسية قريبة وممكنة اكثر من عام مر على عروس الفرات وهي ترزح تحت وابل من نيران نظام الاسد وفيما دقت منظمة الامم المتحدة للطفولة نقص الخطر معتبرة ان هناك حاجة ضرورية لايصال المساعدات الانسانية فورا لحماية ارواح الالاف من السوريين طالبت المنظمة بحلول عملية ومجدية توقف هذه المأساة التي تجلب اليهم المزيد من الموت والجوع والحرمان معدكم غاز معدكم مزود لا غاز ولا كاز ولا مزود معنى الصوبات معنى محمد صبح أوريانت نيوز والله بجل تلموت